بسم الله الرحمن الرحيم بعد اما عرفنا مع بعض زيان احنا نصمم القايمة العلوية او عن طريق هدلوقت مع بعض هنعرف زي نصمم احنا جزء من الشاشة عندنا هو المترو مينيو طبعا هو او قيمة المترو طبعا هو اسم مترو دا جايي من لما عملوا ويندوز ايد المكان قيمة start القايمة اللي عملوها اطلق عليها او سموها مترو مينيو اللي هي بتتحرك دي هنشوفها هدلوقت طبعا هو المقصود بها اللي هو الحاجات اللي زي دي يعني انا هقدر ان انا احرك دي من مكانها ويبقوا الكلام ده كله فدي بيسموها تمام? نيجي في المشروع بتاعنا او بمعنى ادكى انا عاوز اوصل لان انا اعمل جزء زي ده كده تمام? اولا انا هخش في عندي هعمل سرش عن اه حاجة اسمها تايل كنترول هسحبها زي كده احطها عندي طيب هبدأ العب بقى زي ما احنا فهمنا العب في البروبرتز او الخصائص بتاعتها زي ما احنا عارفنا عندي مسلا القايم اللي فوق دي انا ادمشي الشكل النهائي طبعا واحنا شغالين هنقعد نلعب في الخصائص وهنعرف خصائص اكتر وهنجرب اكتر عشان نحل مشاكل اكتر بس اللي احنا قلناه ده واعتبر الاساس اللي هنمشي عليه طيب هنيني عند اول خاصية عندنا هنا هندوس على السهم ده هنختار اخر واحدة دك طيب ايه اللي حصل دك دي خلته يعني ياخد لي الجزء كامل اللي هو اللي بين ده وبين ده خلته ياخده بالكامل حتى لو حجم الشاشة كبير يعني لو جينا مسلا نعمل رنج لوقتي هلاقي حجم الشاشة كبير شوية فهنا اصبحت الحتة اللي انا حطيتها دي واخدة من اول الجزء ده لاول الجزء ده كده وطبعا حتى لو برضو لو حجم الشاشة اكبر من كده هتاخد نفس الجزء ده يعني الدك ده انا بقول له خد لي المساحة دي كلها بتاعتك انت طيب هنيجي اول حاجة هقول له هدوس لما دوس على السهم ده هقول له هنا اول حاجة ان انا عاوز اضيف مجموعة المجموعة دي يعني بمعنى ايه يعني مسلا انا عندي الاربعة دول او الاربعة ايتم دول كده انا حاطيتهم في جروب واحد في مجموعة واحدة تمام فهو ده نفس الفكر فانا اقلت كده قلت له حاجة هنا بقى في ده هقول له اد مسلا ميديم ايتم هنا كمان ميديم ايتم هنا مسلا اه اه هو طبعا الشكل احنا زي ما احنا اتفقنا ان انا عقعد ايه يعني هتحقق لحد ما وصل الشكل معه طيب هنضيف نجرب ان احنا نضيف جروب تاني كده الجروب تاني هو هاجي هنا برضو هقول له اد ميديم ايتم ميديم ايتم ميديم ايتم ميديم ايتم اربعة ميديم ايتم جنب بعض واجي ماشي خلينا في الاتنين دول بس الوقت يا طيب هنيجي نشغل البرنامج كده هنشوف عندنا طبعا الشكل البدائي خالص طبعا هو ده مش زي ده مزي ما اتفقنا ان احنا نقعد نلعب في الخصائص ونغير لحد ما نوصل للشكل اللي احنا عوزين نشوف كده هنلاقي مسلا ان انا بحرك هنا بس لسه طبعا ما فيش ولا صورة ولا في كلام والحركة او الموضوع مفتوح شوية ان انا حرك دي من دي الهنا الهنا والكلام ده كل فده طبعا مس صح لازم نقعد نزبط الكلام ده كل طيب هاجي عندي هنا طبعا لما ادوس على كل ايتم انا بعمل ده كل الوقت دي كايتم واحد تمام هاجي ادوس هنا فطبعا في حاجات كتيرة جدا زي ما احنا قولنا ان انا اضيف اا يعني اضيف اا اضيف حاجة تانية او كده هنا طبعا لعاوز امسح الايتم ده او اعمله يعني وهنا اقل له اني مش هنفهم يعني ايه اني مش هندي بعدين اللي هو تلاقي دي بتتحرك مكان دي والحاجات دي كلها انا طبعا الامج لو انا عاوز احط امج مسلا اعاوز احط الامج دي وهنا يعني النص محاسات النص هتبقى فين فانا هقول له مسلا اا ميدل سنتر في النص بالزبط طبعا عندي هنا البربرتز دي مختصر البربرتز الكاملة بقى موجودة عندي هنا اقدر بقى ان انا اقعد اغير والعافي ابرها طيب لو هاجه اعاوز خلي اتحكم فيه المكان بتاع الصورة دي فهاجه هنا عندي اللي هي محاسات الصورة فاقول له برضو مسلا اعاوز انا عمد في النص بالزبط هنا بقى بيقول لي يعني محاسات النص بالنسبة للصورة انا اتلقى 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 لسه ان احنا هنغير الالوان دي يعني مسلا. حاجة هنا في الخصائص عندي في برضو نفس الكلام هدوس هنا هنا طبعا جايب لي برضو نفس الفكرة بتاعة اللي هو الهوفرد والنورمل والبريز والسليكت يعني لما اقف عليه كده هحدده بالماوس. فخلينا دلوقتي في الوضع النورمل. فبيقول لي يعني انا دلوقتي بدي له لون مسلا. فهو ده اللون لدي تورو. طبعا يعني الالوان دي بيبقى الافضل ان انا اجيب درجة الالوان معينة واكتبها عشان تديه لي شكل ومنظر احسن. طبعا يعني هنشوف الكلام ده كله بعدين احنا شغالين مع بعض. فانا هنا بدي تلات درجات الوان هو حتى انا كتب لي درجة اللون وبرضو نفس الكلام هنا لفنت. عشان يبقى كله عندي زي بعضه. هنا مسلا يعني اللون بتاع الخط بتاعي انا عاوز مسلا يكون اسويت. فاصبع عندي هنا ده لون مسلا نغير هنا مسلا نخليها كلمة واضحة. اشغل برنامج بتاعي. اهو لاحزت عندي ان حتى التلات الوان ان انا اخترتهم متعاملوا عن طريق تدريجة كده. لسه طبعا ان انا المفروض اعمل انيميشن يعني دي طوع تتحرك والكلام ده كله. هناخد لوقت حاجة سريع احنا لاحزنا ان يجيه في ايه ده عندي شوية. طيب هنا في البرنامج لو نلاحز كله لازق في بعض او في مسافة واحدة. هنعمل الكلام ده ازا? هنيجي بقى على الخصائص بتاعت. اللي هو الحنوية بتاعت ده كله. طبعا? فهنيجي هنا في خاصية اسمها بتوين. اللي هي بتوين جروب يعني المحاذاة او المسافة بين الجروبات او المجموعات. طيب انا بدل مع ادور كده على الخاصية عندي طبعا في فيجوال الفين وسبعتاشر في ميزة جديدة ان انا بقدر ان انا اعمل بحس فهكتب هنا بتوين. فهنا بيجيب لي انتم تنتو بتوين جروبس يعني المسافات بين الجروب ده ده كده جروب منفاصل وده كده جروب منفاصل بها. فهو هعمل لي هنا ستة وخمسين مسلا هخليها خمستاشر. فلاحز ان هم مقربوا من بعد قوي. طيب. هنا المسافة بين الايتمز النفسه يعني بين دي ودي. فانا ممكن مسلا لو خلتها اربعة. صلاحز انها لازقت في بعض شوية. فهنرنج لوقتي ونجرب. هلاقي فعلا المسافة قلت وهنا انا اتحكمت في واحدة فيهم. طبعا لسه فيه خصائص كتيرة جدا هنزبطها واحنا شغالين مع الوقت عشان اوصل للمرحلة دي. لاني يبقى عند الشكل ده. وانا واقف كده لا يا فجأة دي كده بتتغير. والكلام ده كله. طبعا دلوقتي يعتبر شرحنا الاساسيات بتاعت المترو مينيو زي ما بيقولوا عليها. يعني تقريبا وصلنا لحاجة ايه قريبة من ده بس نقص تثبيت الالوان والكلام ده كله. هنعرفه ان شاء الله مع الوقت واحنا شغالين.